السلام عليكم و أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة لمعاينة معالج انت الجديد الذي هو الكور ألترا ناين الـ 285 كي تحديدا لأنه بالحلقات الجاي إذا الله راضح نعاين الكور ألترا 7 الـ 265 كي والكور ألترا 5 الـ 245 كي كلها نحطهم بالتجميعات مع كروت مناسبة لهم لا تشوف أنت النتائج الواقعية لهذه التجميعات كيف حتكون لو أنت بدك تعمل تجميعها مع كارت مناسبة وقطع مناسبة عندك بس بالنسبة لليام هنحكي عن معالج الـ 9 بس قبل ما بدأ ننسى يا جماعة أنه هيدا الشركة داعمة في عندك خيارات كتير بديلة كير القطع لأننا عميرين نستخدمها هدر نحنا ما شارعين لأنه فلوسنا الشركات عميرين تبعتنا إياهون والهدف من هيدا المعاينات هو أنه نحنا متابعين مسار التقنية وانصار روان متوجهين مين أفضل مين أسواق حتى أنت تكون عارف كل هدر الأمور فما تنسى أخوانك من الدعاء لهم بالنصر القريب والله يرحم شهدات طيب خلينا أول شيء لخصتك الكلمة من بداية الفيديو بس بدك توعدني أنك أنت تكمل المقطع للأخير لأنه أنا قاعد عميري بحرق لك أحداث يعني جوب لك الحلقة الثلاثين حطت لك إياها على أول حلقة المهم الملخص بقول يا جماعة أنه هيدا المعالجات في هنا ثلاث نقاط مهمين لازم أنت تكون عارفا أول واحدة الأداء أعلى باختبارات السنتيك أو اختبارات إنشاء المحتوى بشكل عام الشغلة الثانية اللي جدا مهمة وإنتل كانت عاملة عليها لبروبغاندا كليات اللي أنت شفتوها أنه قللوا من صرف الطاقة عن الجيل الماضي بنسبة حلوة يعني نسبة تعتبر كويسة جدا مقارنة بالجيل الماضي ما بتعتبر أقل من سحب الطاقة لمعالجات رايزين والشغلة الثالثي اللي هو أداء أقل باختبارات الألعاب صح مثل ما أنت سمعت أداء أقل باختبارات الألعاب يعني اللي صاير هون إنه إجتت أنتل وعملت معمارية جديدة لمعالجات الكور ألترا عملت شوية تحسينات كمان وتغيرات عن الجيل الماضي بمكان كانت هذه التحسينات إيجابية بس بمكان تاني مثل الألعاب كانت هذه التحسينات سلبية يعني أول شي اللي عملوه أنه لغيوا الهايبر ثرادين صارت كل الأنوية بتشتغل بمسار واحد بس بدر المسارين شغلة مهمة جدا كمان عملوها أنه هن رفعوا من دعم الرامات ل 6400 ميجا ترانسفر بدل ما كانوا قبل 5600 ميجا ترانسفر بالثانية وهلأ صار فيك أنت تركب رامات بسرعات بتوصل لفوق 8000 ميجا ترانسفر بالثانية وبتعتمد كمان على حسب الجهاز وعلى حسب اللوحة بس كانت مستقرة جدا أنا اختبرت هذا الشي بإيدي بالتجميع اللي أنتو حتشوفوها بفيديو بكرة يلا أنا مستخدم فيها رامات بسرعة 8000 ميجا ترانسفر ووضع كان جدا ممتاز وبقيت أنوية الأداء وأنوية الكفاءة على نفس عددهم ما تغير فيها شيء عدد الأنوية ولا حتى كمان تقسيمتهم بس صار في عنا زيادة تقريبا 500 ميجا هيرتز على السرعة الأساسية للأنوية وتقريبا تخفيض 100 ميجا هيرتز على السرعة القصوى كل هذه التغييرات وصلت لهدف واحد أنت الأساسا كانت حطته ببالا وكان كل حديث عنه ألا وهو صحب طاقة أقل يعني كمان بتعطينا بالمقابل حرارة أقل يلي فعلا أنا قدرت أوصلي أو قدرت شوفه يعني بس هذا الشي كان على مصلحة قفزة الأداء هون نحنا بدنا نقف شوية صغيرة نجيب فنجان قهوة وناخد صفنة بالبيوس بدك تاخد صفنة معمقة لأنه حيكون في عنا هون خيارين وأنا بدأ حاول فصل لك يون على قد ما بقدر الخيار الأول سحب طاقة على الأعدادات المصنعية لللوحة يلي أنا بحالتي على هيدا اللوحة توصل سحب الطاقة للـ 230 واط بس وهيدا الشي صراحة يعتبر عظيم جدا بالنسبة له انتر ولمعالجاته من الجيل الماضي بس أول ما تفتح عدادات الطاقة بتوصل معك للـ 260 واط يلي هو كمان بينخفض عن معالجات الجيل 13 والجيل 14 لأنه قبل كان مع فتح الفتح الطاقة توصل لـ 300 و 320 واط كانت الحرارة عمرت تكون جنونية بس هلأ هل ترى هيدا خفض الطاقة أو فتح الطاقة يعني الفرق بيناتهم هيأثر بالأداة؟ هذا اللي أنا جاي خبرك عنه باختبارات اليوم بالإضافة كمان لمقارنة هيدا المعالج مع معالجات انتل جديدة مع معالج عفوا رايزن جديد ومع مع معالجات انتل جيل الماضي بس قبل كمان بما أنه فيه اختلاف بين لوحة والثاني بعملية سحب الطاقة وبالبيوس بشكل عام خليني خبرك عن اللوحة اللي أنا استخدمتها كرمال أعمل عليها هيدور المعينات بحالة أنا استخدمت لوحة الزاد 890 الأوريس برو آيس من جيجا بايت لوحة صراحة ما بتأثر معكب ولا واحد بالمية مع مع معالجات الكار ألترا ومع أي معالج تاني كمان انت هتركبوا عليها أنا بحكي كار ألترا نين يعني المعالجات العالية هيدا اللوحة بتجي بستة عشر مرحلة طاقة بيجي فيها أربع سلوتات رامات بوصلوا سرعتهم للتسعة تلاف خمسمية ميجا ترانسفير بالثانية صراحة رقم بخوف ما بعرف أنا بعد مجرى بتوصل للتسعة تلاف خمسمية بس عثمان تلاف كان الوضع تمام عنا كمان خمس منافذ أمدو تو بين جيل رابع و جيل خامس طبعا كمان اليو اس بي فور يلي هو صار استندر على اللوحات الجديدة وطبعا كمان عنا منفذ كارت الشاشة يلي هو ستانش اكس بيجي جيل خامس وجاهز معك لكروة الخمس تلاف يلي هي حتكون كمان جيل خامس وعنا طبعا الواي فاي سفين كمان يلي هيدا صار موجود ستندر على كل اللوحات الجديدة وعندك كمان عدد جدا كبير من منافذ اليو اس بي جيل التاليات وعندك كمان منافذ المراوح والار جي بي هذا اللوحات الجديدة في منه اعداد كبيري يعني وهيدا اللوحة تحديدا بتجي سكرولاس يعني انت مانك محتاج فيها مفاك براغي كل شي انت بالياد بتقدر تطلعه بدون تستخدم فيها مفاك نهائيا باية وطع منصة الاختبار انت ستلاقي ظاهر قدامك خلق على الشاشة بس تحديدا بدو قف على الرامات اللي انا استخدمت الهوني منه بسرعة 8000 يا جميع انا استخدمت رامات بسرعة 6400 ميجا ترسفر بالثانية لواحد الاختبارات بين هيدا الجيل وجيل معالجات رايزين وجيل معالجات انتل يلي هن 13 وال14 طيب لنرجع هلأ مرة تاني للاختبارات وبدأ فصل لك يوهن واحدة واحدة وتشوف انت الفروقات اول شي حرارة المعالج وصلت لل81 درج على سحب طاقة 233 واط نتيج نتيجة السيني بنش R24 كانت ب2367 نقطة سراعات الانوية كانت 5400 بأداء كل الانوية مجتمعين انا هون طبعا عمالة بحكي على البي كورس بينما البي كورس كانت تقريبا بحدود ال4600 ميجا هيرد بينما 5580 كانت اداء النواة الوحدة يعني باختبار السيني بنش لأداء النواة الوحدة ومع فتح عددات الطاقة ارتفع الاستهلاك لل162 واط سراعة الانوية بقي نفسه مع مجتمعين بس بينما بأداء النواة الوحدة ارتفع لل5629 ميجا هيرد ونتيجة السيني بنش كانت اع تقريبا ب23 نقطة يعني هي تقريبا واحد بالمية فقط مقارنة مع قفل اعدادات الطاقة من المعالج وهي دي الواحد بالمية تقريبا كانت عملية تعطينا عشر درجات اعلى بس لما نحن فتحنا الطاقة ولما وصلناها الـ 260 واط هلأ بالحالتان الاداء كان اعلى من معالج 13900 كي وحتى كمان من معالج 9900 اكس بناما باداء النواة الوحدة ما كان في عنا فرق بالحالتان اثنين مع قفل وفتح اعدادات الطاقة النتيجة كانت 143 نقطة وكمان اعلى من معالج 13900 كي تقريبا بعشرة بالمية واعلى من معالج 9900 اكس تقريبا بحوارة الخمسة بالمية باختبار بلندر لما جيت فتحت اعدادات الطاقة الجهاز كرش صار يعطينا شاشة زرقه فصل وعمل ريستارت معانه نفس البروفيل الرامات نفس كل شي كنت انا عمالي بستخدمه بس كل اللي عملت ان انا فتحت اعدادات الطاقة وكان عمالي يرجع يعيد معنا هيد الحركة ببلندر وباختبار كمان سيبيو بروفيل من 3D مارك يعني الجهاز مع فتح اعدادات الطاقة منه عمالي يكون مستقر بالدرجة المناسبة هتقدر انا عمل عليه هيدا الاختبارات صراحة ما فتت اشتغل شي انا كان ممكن عال المشكلة بان انا اشتغل يدويا بالاعدادات اللي هي موجودة على البيوز بس انا تركتها حتى انت تعرف بس كبسة زر اذا فتحت اعدادات الطاقة او قفلتهم شو ممكن يصير معك وهيدا الشي على لوحة اللي معي يمكن تجربه على لوحة تانية يعطيك اداء تاني مختلف تماما او ما يعطيك اقل شي كرشادي يكون الوضع ممتاز فهيدا الشيء طبعا بيعتمد على اللوحة اللي انت عمالي تستخدمه ولكن نتائج بلندر على البروفيل الديفولتي اللي هو مدن ما افتح اعدادات الطاقة من اللوحة كان اعلى من معالجة 13900 كي واعلى من معالجة 9900 اكس وركز اللي كتير منيح على كلمة اعلى لانه كتير ستشتقر على كلمة اعلى هلأ بعد شوية المهم لانتالي هلأ على اختبار الفيري ما كان في فرق نهائيا بين الـ 230 واط والـ 260 واط الاثنين قدموا تقريبا 41400 نقطة يلي هو كان متفوق على معالجة 13900 كي تقريبا بستة بالمية وعن معالجة 9900 اكس بتقريبا حوالي 11 بالمية وانتبه هنا انا هون عمالي بحكي اداء اعلى وسحب طاقة اقل م مقارنة بمعالجة 13900 كي او مقارنة بمعالجة 14900 كي بس بينما مقارنة بمعالجات رايزن لأ بتبقى رايزن متفوق من ناحية توفير الطاقة للي كان عمالي يسحب معالجة 9900 اكس بالمية واربعين للمية وخمسين واط وباختبار الـ CPU profile معالج الكار ألترانين قدم تقريبا حوالي 8 بالمية اداء اعلى عن 13900 كي وقريبا 32 بالمية عن 9900 اكس وتقريبا معالج الكار ألترانين متفوق بكل اختبارات الأداء عن معالجة 13900 كي ومعالجة 9900 اك من رايزن بينما معالجة 9900 اكس متفوق كان من ناحية الطاقة بكل الاختبارات هتعمل برج عادل كونياها لانا باعتبارها نقطة قوة لمعالجة 9900 اكس لازم نحن نعطيها بمحل من المحلات الكار ألترا متفوق من ناحية اختبارات انشاء المحتوى او اختبارات الاداء بينما 13900 كان متفوق من ناحية الألعاب تقسيمة عدل كلمين اخد حصته واخد حقه لانا هلأ بدنا ننتقل على مجازر الألعاب اللي عاملها معالج الكار ألترا وبما انه كمان ما كان في فرق نهائيا بين فتحوا اقفال الطاقة هعرض لكم الارقام بشكل سريع فالنتائج اللي انتو هتشوفوها كلياتها على الطاقة المصنعية من اللوحة اللي هي 130 واط فالحرارة اللي طلع من خلال الالعاب هتكون الحرارة وسحب الطاقة كل شي انتو هتشوفوه هيكون على اعدادات المصنعية للوحة اللي هي 130 واط على اللوحة اللي معنا باللعابة البلاك ميت ووكونج الكار ألترا كان اضعف من 13900 كي ب 21 فرايم يعني 13% واضعف من 9900 اكس تقريبا ب 7 فرايمات باللعابة البوردر لاند 3 نفس الموضوع كمان اضعف من معالج 13900 كي ب 26 فرايم واضعف من معالج 7900 اكس وال9900 اكس وادروا هيدور المعالجان يتفوقوا عليها تقريبا بحدود 10 فرايمات باللعابة الكار ألترا 9 متقارب من معالج 9900 اكس ولكن كان اضعف من معالج 13900 كي بحوالي 25 فرايم هي نفسها نفسها الـ 25 فرايم حتلاقي عمارة تتكرر بكثير من الالعاب هلأ وباللعابة السايبر بانك 13900 كي كان اقوى ب 6 فرايمات وال9900 اكس كان اضعف ب 6 فرايمات عن معالج الكار ألترا 9 اللي هو بمعالج انتلاي جديد وباللعابة دينج لايت 2 الكار ألترا 9 قدم 133 فرايم ويتفوق فيها عن معالج 9900 اكس هده من الاختبارات البسيطة اللي قدر يتفوق فيه على هيدا المعالج بس بيبقى اقل من معالج 13900 كي بحدود الـ 21 فرايم وباللعابة الـ Red Dead Redemption الفرق كان 3 فرايمات عن 9900 اكس واضعف عن 13900 كي بـ 19 فرايم نفس النتائج على الظبط كمان انت حتشوفها بباقي الالعاب هقارض لك ايها اللي اعمالي بحكيت حتى نختصر بس شوي صغير الى الوقت هون التغييرات اللي عملتها انتل خاصة من ناحية الانتقال من تقنية الـ Hyper Threading للـ Single Thread كانت متوقعة وانا شخصيا كنت متوقعة انه هي بترفع شوي صغير من اداء الالعاب لانه غالبا الالعاب بتعتمد على قوة النواة الوحدة وما كتير انت بتحتاج تقنية الـ Hyper Threading بالالعاب بالعكس الاجيار اللي قبل يعني قبل كمان الجيل 13 جيل 12 واللي قبله كان اذا بتروح بتفصل انت تقنية الـ Hyper Threading للـ Bios بتحصل عدد فريمات اعلى بالالعاب وخاصة الالعاب اللي هي بتعتمد على قوة المعالج بس خفت صرعة الانوية مع خفت صحب الطاقة مأسرين كتير سلبيا على الاداء بالالعاب صراحة ما قدموا قفزة ولا لعبة عن معالج 13900K يعني اللي هو بتخيل هيدا المعالج بس من الجيل الماضي المنافسة كله كانت مع معالج الكور ألترا 9 مع مع معالج 9900X وعلى فكرة هيدا الشيء انا كنت شخصيا متوقع من بعد ما شفت الاعلان طبع انتل وقت اللي طلعوا بتصريحاتهم عن معالجات جديدة لانه هنه اساسا ما كانوا ذاكرين ولا او ما تفاصحوا ان والله نحن هنقدم اداء اعلى بالالعاب لا كان كل تركيزا وكل هدفا انه هنه يخفضوا من استهلاك الطاقة هلا بالنسبة لانتل صراحة انا بشوف انه هنه وصلوا لمرادهم حقا او هدفهم اللي هو تخفيض استهلاك الطاقة من الميتان او 300 واط للميتان وستين اذا فتحني عددات الطاقة او للميتان وثلاثين اذا كانت اعدادات الطاقة مقفلة بس على صعيد انت كجيمر او كشخص مستخدم تستفدت بعيدا عن تخفيض الطاقة اداء زياد انت ما اخدت اذا كان بانشاء المحتوي النسبي كانت بسيطة جدا اذا كان بالنسبة للالعاب بالعكس كان اقل من معالجات الجيل الماضي وبوجهة نظر الشخصية انت ما انك عمالة تشوف اداء زيادة بالالعاب سببك كان عدم الكفاءة بالمنافسة شو معنات عدد الكفاءة؟ عدم الكفاءة بالمنافسة انه اي ام دي دايما عمالة تكون ورا انت العمالة تكون بالمقدمة فهيدا الجيل قالوا لك ليش يعني احنا نركض ونسبق ونعمل وهنه اساسا ورانا فقرر انه هنه بوجهة نظري طبعا يعني هاته تحليلات هكا عامة بشكل عامة فتناك بتفاصيل تقنية فقرروا انه هنه يخلوا موضوع الاداء على جنب يشتغلوا هلأ بالوقت الحالي على موضوع الطاقة ومن بعدها بقى بصير على حسب الطاقة يلي هي قليلة منطقية بدل تلتمية وات ميتان وعشرين بيتان وثلاثين وات يبلشوا على اساسها يشتغلوا على قفزة الاداء يعني انت فيك تعتبر هلأ انه الطابة ما بقى بملعب انتل بما انه هنه وقفوا خطوة وعملوا يشتغلوا على موضوع الطاقة تقلية الطابة هلأ لملعب اي ام دي بمعالجاته ثري دي يلي هي من المطلوب انه هي تقدم اداء افضل بكتير عن باقى المعالجات كليتا الموجودة حاليا بالسوق تحديدا بنقطة الالعاب فاللي فينا نقلك هيه هلأ الانتظار هو سيد الموقف وبس هيك يا جماعة هذا كان كل شي لفيديو اليوم موارف زي كنتم متوقعين هيك نتيجة تتبولي اشراعيكم بصدق التعليقات تحت طبعا على لايك اللازيز والاشتراك بالقناة اشوفكم اذا اقلرت بالحلقة الجاي والسلام عليكم